عشرات القتلى ومئة الجرحى حصيلة أولية للتفجيرين الذين نفذوا وفق ما أفادت به المعلومات الأولية بالسيارات المفخخة واستهدفا مسجدين في مدينة ترابلس شمالي لبنان هذه الصور التي بثتها وسائل إعلام محلية نقلا عن كاميرات مراقبة تظهر لحظة وقوع الهجوم أثناء صلاة الجمعة أسبوعا فقط بعد اعتداء صلت الأضواء على الضحية الجنوبية لبيروت إحدى المعاقل الرئيسة لحزب الله تفجيرات تخللتها انذارات جاءت على لسان قياديين أمنيين تحذر من إمكانية وقوع ضربات بالتزامن مع حملات توقيف شاحنات وسيارات محملة بصواريخ ومتفجرات في مناطق متفرقة من البلاد هذا تصاعد في وطيرة التزعزع الأمني يأتي فيما يمر اللبنانيون بفترة شلل سياسي برز ملامحه كانت استقالة الحكومة في أذار مارس الماضي وأدت إلى تسمية تمام سلام كرئيس وزراء توافقي لم يفلح إلى الآن في تشكيل حكومة لتبقى شؤون البلاد تدار على يد وزراء مؤقتين ذلك في خدم قصام سياسي بين ما يعرف بالمحور السوري الإيراني المتمثل بحزب الله والمحور السعودي المناهد للنظام السورية إلا أن التطور الأمنية الذي هزى طرابلس اليوم والضاحية الجنوبية الأسبوع الماضي أنتج إجماعا في المواقف المستنكرة لهجمات يقول ممثلوء الطرفين إنها ترمي لجر لبنان في سكة الحرب الطائفية حرب تضع الأجهزة الأمنية أمام امتحان درئها وصد الباب أمامها وهي مهمة تبدو إلى الآن متعثرة ندال أبو مراد بي بي سي ترجمة نانسي قنقر